بعد خلاف دام طويلا حول ميناء الحديدة والتساع دائرة الجدال عن إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا من تلك المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الإنقلاب يعود الحديث عن ضرورة الإشراف الدولي على الموانئ الواقعة في الأراضي اليمنية هذه المرة طرحت بريطانيا مشروع بيان الرئاسي على مجلس الأمن يدعو إلى نشر مراقبين دوليين في الموانئ أهمها الحديدة غير أن هذا المشروع قبل برفض واعتراض روسي صحيفة الحياة اللندنية نقلت أن مشروع البيان الذي قدم للمجلس لاقى رفضا من قبل موسكو وصل هذا الرفض إلى تعطيل البيان بسبب ما يتضمنه من مطالب تنتقد انتهاكات تحالف الحوثي وصالح مشروع البيان البريطاني الذي تضمن خارطة طريق لحلحلة الأزمة كان قريبا من خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ التي رفض بحثها تحالف الحوثي وصالح تضمنت نشر آلية مراقبة للأمم المتحدة لتسهيل تدفق البضائع والمساعدات الإنسانية والمساهمة في تجنيب أعمال التهريب للمواد غير المشروعة منها الأسلحة التي تصل لجماعة الحوثي عبر البحر مطالبة روسيا بشطب فقرات تطلب من الحوثيين الانخراط في بحث المقترحات الأخيرة التي حملها المبعوث الأممي يضعها بحسب مراقبيين أمام اختبار آخر حول موقفها من دعم شرعية الدولة اليمنية التي تنص على ضرورة عودة الشرعية وبموازات الموقف الروسي تمسكت مصر بإصطار إدانة واضحة للانتهاكات التي يرتكبها تحالف الانقلاب والإبقاء على الفقرات التي تلزم هذا التحالف بحث المقترحات الأممية في البيان تغير آخر وتباين واضح في المواقف الدولية تجاه إدانة الطرف المعرقذ لسير الحل السياسي في اليمن وفيما تتعدد أشكال هذا التباين وتختلف أوجهه يظل الموقف الروسي بحسب مراقبين أكثر برقماتية وغموضا فيما يخص الأزمة اليمنية اشتركوا في القناة